الحفاظ على البيئة واي تلوث فيه اكيد شيء هيضرنا يبقى التزم بضورك وسط الناس عشان نحافظ على بعضنا المسؤول عن مسكن يحافظ عليه من كل تلوث ممكن يضور فيه يعني النظافة تكون اساس فيه والبلعات والمجاري محكومة فيه والزبالة تكون في اناء مغلق حتى لا يجذب حشرة شم فيه حتى تذهب به الى صندوق الزبالة او المكان المعدل يكبه فيه والمسؤول عن نظافة الحي يخلي الشوارع مجملة فيه ويوفر مكان فيه للناس ترمي زبالتهم فيه اما نائب الشعب دوره كبير في هذا وليه لان مطلوب منه قانون يحافظ على كل شيء في البيئة فيه واي حد يضر البيئة عقابه ايه وركيب على تنفيذ القانون وبشكل واضح من غير ليه والمسؤول التنفيذي دوره ايه تنفيذ القانون اللي وافق النائب بشكل رسم عليه ويعرض اي اقتراح للنائب شايف الحفاظ على البيئة فيه وعلى النظام الدولي الزام الدول في الحفاظ على البيئة في كل شيء محتاجة ليه واي شيء ضار للبيئة مهما كان لازم بكوه يتصدوا ليه كفانة او بيئة او امراض كان التلوث دور كبير فيه في الدنيا بيتنا الكبير لازم نحافظ على البيئة ليه لاننا اصحاب عقول فيه وعيب نسيب حاجة تضرنا فيه او تضر طير او حيوان او اسماك او اي شيء فيه وهؤلاء لا يملكوا عقل وامانة مسؤولة مننا فيه مش معقول يا ناس اصحاب العقول ما يشوفوش الصح ولا هم منتظرين من اللي ملهمش عقول يشوفوا الصح ليهم ولينا لا يا ناس احنا بشرية عظيمة لازم نلتزم بدورنا وينفوق ونحافظ على البيئة بكوه وفي كل شيء ليهم ولينا ترجمة نانسي قنقر